ياسمين مش عارفه يعني ايه بورصة مصرية فبدأت تسأل باباها يعني ايه بورصة مصرية فباباها بدأ يوضح لها ان البورصة ياسمين عباره سوق منظم لبيع وشراء الاسهم والسندات فهي عرفت يعني ايه فرصة سوق منظم بينبيع في ايه او بنشتري في ايه بينبيع وبنشتري الاسهم والسندات فسألت السؤال اللي كلكم بتسألوه دلوقتي يعني ايه اسهم ويعني ايه سندات بدأ بقى باباها يوضح لها يعني ايه اسهم وقال لها ان الاسهم يا ياسمين عبارة عن اوراق مالية والاوراق دي بتثبت ان الشخص صاحب الاسهم دي ان هو شريك في المصنع ده او شريك في الشركة دي تاني يعني ايه اسهم اوراق مالية والاوراق دي بتثبت الشخص اللي معي الورق ده ان هو شريك في المصنع ده او شريك في الشركة دي او في المشروع ده وكل ما عدد الاسهم بتاعه بيزيد كل ما النسبة بتاعته في الارباح بكمان بتزيد فالأرباح بس؟ لا وكمان الخسائر يعني لو هو واخد أسهم في شركة معينة والشركة دي كسبت كتير قوي على حسب عدد الأسهم بتاعته سواء كتير أو قليل هياخد الأرباح بتاعته أسهم كتير هياخد أرباح كتير أسهم قليلة هياخد أرباح قليلة طب لو المشروع لقدر الله خسر خالص على قد الأسهم بتاعته هيتحمل الخسائر أسهم كتير هيتحمل خسائر كتير أسهم قليلة يبقى يتحمل خسائر قليلة يبقى باختصار يعني إيه أسهم؟ معي أوراق مالية بتثبت إن أنا شريك في الشركة دي أنا شريك في المكان ده وعلى حسب عدد الأسهم بتاعتي اللي أنا اشتريتها من البرزة بيتحدد نسبة الأرباح والخسائر بتاعتي من المشروع ده طب ده يعني إيه أسهم؟ يعني إيه بقى؟ سندات بدأ باباها يوضح لها إن السندات دي يا ياسمين عبارة برضو عن أوراق مالية أوراق مالية؟ آه بس الفرق بقى إن الأسهم أوراق مالية بتثبت إن أنا شريك لكن السندات عبارة عن أوراق مالية بتثبت إن أنا صاحبة السندات دي سلفت صاحب الشركة فروس إديته كارد ومسؤول صاحب الشركة إن هو يسدد لي الكارد ده على مدة معينة سواء سنة أو عدة سنوات من سنة لعشر سنوات مثلاً أو أكتر ولازم إنه هو بطول فترة السندات دي هو بيديني فايدة والفايدة دي إحنا محددينها من بداية مشتريت السندات تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر